أرقام الفريتين الكبار ولقاء القمة فرقة نادي الأهلي وفرقة نادي الزمالك منورنا يا محمد زي كل مرة نور حضرتك يا كابتن أيمن ومساء الخير على المشاهدين وكل جمهور نادي الأهلي طبعا مباراة القمة دايما أرقام دايما بتخلق أرقام دايما بتخلق إحصائيات للتاريخ مباراة ملاش أي علاقة بأي مباراة وهي مختلفة تماما بتخلق أرقامها وإحصائياتها وتاريخها بنفسها يعني ما نقولش الحالي أن الفريق الفلاني لأ عنده مشاكل سواء فيه غيابات فيه مشاكل فيه ظروف مختلفة ولكن يا كابتن أيمن دايما مباراة القمة بتخلق الدوافع بتاعتها وبتخلق أرقامها زي ما بنقول دايما مباراة القمة بتاخدنا دايما للتاريخ يعني الأهلي والزمالك لعبوا طاريخ المواجهات تاريخ المنافسات الأهداف البطولات ما بين الفرئتين احنا مش هنخش في تفاصيل التاريخ طبعا ولكن دايما بنركز على آخر مباراة آخر المباراة دايما إلى حد ما خاصة في مباراة القمة في المباراة الأخرى بتظهر المنافس شكله عامل إزاي بتظهر فريق النادي الأهلي عامل إزاي من حال الفنية والبدانية والرقمية وكل هذه الأمور يعني ولكن خلينا نبص في آخر عشر مواجهات ما بين الأهلي والزمالك في الدوري العام خلينا نركز على الدوري العام آخر عشر مواجهات يعني فيهم ستة فوز للنادي الأهلي في ثلاثة تعادل يا كابتن أيمن وهزيمة وحيدة يعني من يعني لصالح طبعا أو ضد نادي أو لصالح الزمالك فوز وحيد لصالح الزمالك نتكلم في آخر عشر مواجهات في الدوري العام تفوق للنادي الأهلي واحد وعشرين هدف واستقبل أحرص سبعا واحد وعشرين هدف واستقبل 11 هدف لو ركزنا على آخر ست مواجهات في الدوري العام حتلاقي التفوق كله للنادي الأهلي يعني منتكلم في أربعة فوز واثنين تعادل لو تكلمنا على آخر مواجهتين سواء كان في السوبر المصري أو في الكاس مصري الأخير تفوق للنادي الأهلي الأهلي فاز في المواجهتين في أحرص بطلتين هذا السيزن يعني لو نتكلم على مرسل كولر العلامة الكاملة في الأربع مواجهات يعني وكمان من ناحية تهديفية عالي جدا 11 هدف أحرص 11 هدف واستقبل هدف وحيد أنا بدي بس صورة عامة بنربط التاريخ بنربط الأرقام في المواجهة الوحيدة اللي بينه وبين ميستر جوميز هو تفوق فيها ميستر كولر في نهاية كاس مصر الشهر الماضي في سعادة صحيح يعني ميستر جوميز تسع مباريات مع النادي الزمالك عنده خمسة فوز عنده اثنين تعادل واثنين خسار عايز أقول لحضرتك في الثمان مباريات الأولانيين بس فيهم فوز اعتباري فرقة ما جاتش تقريبا فرقة ما جاتش في أفريقيا بالزبط نتكلم على ثمان مباريات فعليين نتكلم على الثمان مباريات أو السبع مباريات قبل مواجهة الاتحاد الأخيرة عايز أقول لحضرتك أنه هو أحرص ثمان أهداف واستقبل ثمان أهداف وهنا بقى هنبدأ ناخد الأرقام من نحية الفنية عشان نبدأ نحلل ونشوف نقاط الكوة ونقاط الضعف طبعا عند نادي الزمالك عاملة إزاي تقريبا هدف في كل مباراة لا هو هدف في كل مباراة واستقبل برضو هدف تقريبا في كل مباراة أنا بكلم على استقبال بالزبط يعني وحتى من ناحية التهديفية والمعدل التهديفي تقريبا برضو هدف في كل مباراة إلى أن طبعا مباراة الاتحاد الانتهت بتلاتة صفر فرفعت الاسكور شوية من ناحية التهديفية يعني أصبح طبعا ليه طبعا 11 هدف واستقبل 8 ده شكل عام على جمز هنتكلم على طريق لعبه والفريق خلينا بس نقارن ما بين الأهلي والزمالك هذا الموسم في الدور العام يعني إحنا بنتكلم لو نرجع من ناحية الهجومية والناحية الدفاعية بنتكلم النادي الأهلي طبعا لعب 10 مباراة والزمالك لعبة 12 آه هنا عشان نبدأ بس من الأول خالص 10 مباراة للنادي الأهلي 12 مباراة للزمالك عندنا 6 فوز خسارة وحيدة و3 تعادلات الزمالك 5 فوز و4 خسائر و3 تعادلات بالنسبة بقى للترتيب زي ما احنا عارفين أن الأهلي طبعا ترتيبه دلوقتي بيحتال طبعا مركز العاشر في الدولة وعنده 21 نقطة ناحية الزمالك المركز الـ 12 وعنده 18 نقطة من الـ 12 مباراة بالنسبة للأهداف الأهلي أحرص 23 هدف الزمالك 20 هدف بالنسبة بقى لـ XG الأهلي قد يصل لـ 30 هدف في العشر مباراة يعني نتكلم 23 هدف في العشر مباراة نتكلم يعني 2.2 أو 2.2 يعني مقاربين بـ 2.5 هدفين في المباراة الواحدة ده المعدل التهديف للنادي الأهلي وعالي جدا ومن أكتر فيها اللي خلقت فرص ناحية الزمالك 20 هدف في 12 مباراة بنتكلم الـ XG بتاعهم بردو قد يصل لـ 33 هدف ده بيضي هنا علامة أن عندهم نحية التهديف هي معدلاتها قويسة جدا جيدة جدا بالنسبة للركنيات الأهلي 75 ركنية بمتوسط 8 ركنيات في المباراة الواحدة يا كابتن ناحية الزمالك 67 ركنية حتى الآن في الـ 12 لقاء متوسط تقريبا بيصل لـ 6 ركنيات في المباراة الواحدة صناعة الأهداف أو الأسست الأهلي بتفوق الأهلي عمل 17 أسست حتى الآن زي مالك 13 أسست للـ 20 هدف 17 أسست لأن كل رقم من ده وراء قصة يعني 17 أسست من العشرين هدف عند النادي الأهلي بيقول لنا أن لأ فيه لعب جماعي وبه فيه لعب ما بين الخطوط فيه باسات فيه أسست بتود ومن ناحية التانية هنبص على التمريرات المفتاحية الكي باسس الأهلي عمل 105 كي باسس في العشر لقاءات ده رقم كبير جدا معدل تقريبا بيصل لـ 10 أو 11 تمريرة مفتاحية قد تعد أسست ولكنها ما تمش إحراز هدف من خلفها ولكن كانت فرصة فرصة خطيرة أو تمريرة مهمة وخطيرة جدا ناحية التانية الزمالك برضو عنده تمريرات مفتاحية كبيرة فكده بيقول لنا أن فيه المعدلات التهديفية ومعدلات صناعة الفرص عند الفريقين تقريبا متساوية قد يتفوق الأهلي لكل عدد مباراةه يعني فيه عشر مباراةه الزمالك 12 مباراة ولكن هنا فيه انديكيتور إن الزمالك من ناحية الهجومية شكله جيد جدا تحويل الفرص لأهداف بقى هنا لنقطة اللي هنعف عليها الأهلي هو الأفضل بيعمل الكونفرجن يا كابتن أيمن من كتر من كمية الفرص اللي احنا شفناها بيحولها لنسبة 16% الأهداف ومع ذلك بالرغم من فرص المقدارة يعني ولا حرج من كمية الفرص الضائعة 16% ده مش الرقم المثالي يعني لا احنا لسه فيه نسب للتحسين بشكل كبير ولكن هكرروا بنادي الزمالك من ناحية التهديفية والهجومية لا هو أفضل طبعا 11% عند النادي الزمالك التزديدات بالمباراة الأهلي يعني متقاربين 16 تزديدة في المباراة الوحدة 6 منهم على 3 خشبات ناحية الزمالك 15 تزديدة في المباراة الوحدة بيعني 5 على المباراة نسبة الدقة يعني متقاربعة الأهلي يمتز شوية من ناحية الدقة 38% أهداف من داخل منطقة الجزاء احنا بنتكلم دلوقتي أن الأهلي أحرص 23 هدف صح كده 22 هدف منهم من داخل منطقة الجزاء يعني احنا بنتكلم أن متوسط التزديدة التزديدات بالمباراة الوحدة 16 تزديد ده بيقول لنا أن الأهلي سد 107 تزديدة من داخل منطقة الجزاء أحرص منهم 22 هدف وهدف واحد من خارج منطقة الجزاء الهدف الوحيد ده جيه من تقريبا 57 تزديدة من خارج منطقة الجزاء جيه منهم هدف واحد وده برضو بيقولنا أن الأهلي داخل البوكس فيها خطورة وبيحرز هدف أكتر ناحية تانية الزمالك احنا كنا بنقول أن الزمالك أحرص حتى الآن عشرين هدف نفس الكلام 18 منهم من داخل منطقة الجزاء من وقع 113 تزديدة من جوة منطقة الجزاء لأن شكل الفريد دلوقتي اختلف وحنشرحه بالحالات مع جمز في الدبل باصس والكورات البيينية بلعبه في الهبس بشكل كبير جدا العرضيات في المباراة الكروسات الأهلي بيصل طبعا بيفوك العشرين عرضية في المباراة الوحدة ولكن الصح منهم أو العرضيات الصحيحة بالمباراة الوحدة بيصل لستة النادي الزمالك خمس عرضيات صحيحة صحيحة كابتن آيمن اللي هي فعلا تلعبك شكل صحيح استلمها الراجل المهاجم أو الناس الموجودة في منطقة الجزاء الدقة متساوية بالنسبة للعرضيات ده الشكل الهجومي عند الفرقتي تقريبا المتساويين نخش على ناحية الدفاعية والتمديرات والاستحواز النادي الأهلي يصل لستحواز 60% من وقع أو أفريج العشر مباراة الزمالك 62% الزمالك في آخر مباراة زاد الاستحواز عنده ده الطريقة الجديدة مع جمز وحنتكلم عنها بالنسبة للتمريرات الصحيحة بالمباراة الأهلي بيصل للـ 407 تمريرة صحيحة الدقة 82% الزمالك 468 تمريرة صحيحة والدقة بتاعتهم لـ 85% ده برضو رقم بيقولنا أن هم بيعمل بلد أب بيحضر بشكل كبير جدا بيعتمد طبعا على كندونجا أو حتى روئة وحتى أحمد حمدي اللي دخل جديد في التشكيلة أم هندوم لايه بتكوره في نص الملعب بالضبط فده بيعملو مصر مهر عبدالله صعيد أحمد حمدي زيزو طبعا نص الملعب هنا مع الربط مع طبعا فتوح والأطراف فدايما تلاقيهم متفوقين من ناحية التمريرات التمريرات الطولية بقى عندهم بلعابه 25 يعني تمريرة متوسط بالمباراة الواحدة الدقة بتصل 52% النادي الأهلي 33 تمريرة طولية في المباراة الواحدة يعني بدقة 60% الزمالك استقبل 13 هدف في الثناشر مباراة زي ما نقولنا المعدل استقبل الهدف عندهم عالي معدل يعني تريبا هدف في المباراة الواحدة الأهلي استقبل 11 هدف في العشر مباراة الواحدة البد Rimileen كنت نتكلم عليهك لايمن إحنا كان عندنا هنا إيه جرس هنا عنوف عنده في استقبل الهدف الهدف المستقبل المتوقع كان الأهلي كان ممكن يخش في مرمى 16 هدف ناحية تانية بعد زمالك 28 هدف يعني مباراة الاتحاد رغم أنها خلصت 3-0 للزمالك ولكن شوفنا هجمات خطيرة جدا من الاتحاد كان ممكن يحرز هدف كتير جدا كان فيه مفراد من نص الملع صحيح لأن عشان كده الـ XG اللي هو في الهدف المستقبل بتقولك لأ كان ممكن ندخل في مرواهم هدف كثير شباك نظيفة عند زمالك 4 من الـ 12 مباراة النادي الأهلي 3 شباك نظيفة 3 شباك نظيفة في العشر مباراة خسارة الكرة بالمباراة الـ 21 متسويين تحت الضغط الزمالك أكتر بيخسار الكرة بشكل كبير آخر 3 مباراة هنكلم عليهم كان فيه ميس باس بشكل كبير جدا اعتراضات وأبعاد الكرة النادي الأهلي طبعا هنبص عند النادي الزمالك الاعتراضات عند الأهلي والزمالك 6 في المباراة الزمالك 7 يعني متقربين أما تشتيت الكرة وابعادها من الخط الخلفي مع التاكلينج عند الزمالك دايما أعلى لأن دايما شاهدنا أن الخصم ضدهم بيعمل هجوم عليهم بيوصل عند مرماهم فبدأوا أن هم يخرجوا الكرة بشكل كبير استعادة الكرة الكافري يعني عند الأهلي يعني متسويين ده بشكل عام يعني لو فيه وقت أن احنا بنستعرض حالتين بتورينا بس الزمالك بيلعب ازاي مع جوميز احنا قلنا آخر 5 مباراة مع جوميز طبعا عنده 2 فوز وعنده يعني 2 تعادل آخر 4 مباراة في الدولة يعني نتكلم مع تعادل مع الإسماعيل فوز على الدخلية خسارة مجونة وفوز على الإسماعيل 2 فوز و 1 تعادل و 1 خسارة يعني زي ما بتنتكلم عنده يعني فيه تزابز بالأحمق يعني آه مش مستقر بشكل كامل غير طريقة اللي هي بـ 4-2-3-1 طريقة البلد قبل لو كان يعني هنتكلم سريعا دايما بيعتمدوا في الشكل الحالي بـ 4-2-3-1 على أحمد حمدي الراجل أو شحات أو حتى دونجا بينزل يستلم الكرة ويبدأ أنه يربط مع فتوح وبعد كده بتلاقي اللونج بول شفناها في باتش الاتحاد شكل كبير شفناها حتى أمام الأهلي في كاس السوبر الأخيرة بتلاعب في الأطراف حتى أحمد زيزو ناحية ليمين شكل كبير جدا ودي كنا يعني عندنا شهات حيات كنا تستعرضها ولكن يعني ملخص الحالات دي بتقول لنا أن الضغط العالي على النادي الزمالك عمد خليه ما يعرفش يطلع بالكورة وده اللي شفناه قدام الاتحاد فيه فرص كبيرة جدا النهاردة أن الأهلي يقدر أنه يغير شكل المباراة ويكسب النتيجة لصالحه إن شاء الله يكون طبعا ميستر كولر درس كويس هو أصلا من شهر تقريبا شهر واسبوع كان ليه لقاء مع ميستر جوميز ويتفوق عليه وقدر النادي الأهلي يكسب في نهاية كاس مصر 2-0 برغم الاستحواز عشان كده نحن بنتكلم طبعا على الأرقام ولكن المباراة زي ما بنقول كده خارج المخيص صحيح إن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولينا لقاء إن شاء الله بعض المباراة والنادي الأهلي يفايز إن شاء الله يفايز بإذن الله قدام بإذن الله رب العام زي ما شوفنا حضراتكم كلمنا على طائم التحكيم وكلمنا مع زملنا الباز على